بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاسفات عشفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عزرا أو نزرا إنما توعدون لواكع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل اكتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمقذبين ألم نهلك الأولين سم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى كدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأنفاتا واجعلنا فيها رباسي شامخات وأسقيناكم ماء فراطا ويل يومئذ للمكذبين انتلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انتلقوا إلى زل لنزي سلاس شعب لا زليل ولا يغني من اللحب إنها ترمي بشرر كالكسر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ياطكون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فقيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في زلال وعيون وفاكح مما يشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنك ذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ومن بعده يومئذ للمكذبين يومئذ للمكذبين في أحسن